انتشار الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل من العوامل الرئيسية لانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب خصوصا الفئات العمرية بين السبعة عشر والخمسة وثلاثين سنة التي وصلت إلى حدود كبيرة فيما يتعلق بنسبه التعاطية وارتفاع ظاهرة تجارتها بشكل واسع ناهيك عن تزايد حالات الانتحار والعنف الأسري بشكل لافت خصوصا عدم تشريع قانون للحد من تجارتها وممانعة دخولها إلى العراق إذ شيع أكثر من مرة جرائم قتلا من خلال تأثير المواد المخدرة ويرى مراقبون أسباب انتشار التعاطي ضعف الأجهزة الأمنية من خلال مكافحة كبار التجارة وافتقار المؤسسات الصحية والنفسية للضحايا والتعامل معهم كمجرمين ما يدفعهم إلى الخوف وعدم اللجوء إلى المستشفيات إلا بعد إلقاء القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية ويبدو أن حسم انتشار المخدرات بات يشكل أحد أبرز المشاكل التي تواجه المجتمع مرهون بالإرادة السياسية